اشتركوا في القناة وترأس جانب مجلس التعاون معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بينما ترأس جانب الجمهورية اليمنية معالي الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ودعم مسيرة النماء والاستقرار في اليمن لما فيه خير وصالح الشعب اليمني الشقيق كما نقش الاجتماع التطورات السياسية والأمنية في اليمن والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى أحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية تحقيقا لتطلعات الشعب اليمني للأمن والسلم والنماء والمحافظة على الأمن والاستقرار الإقليمي ترجمة نانسي قنقر